ذيف المتينال مرحبا بكم جاء وقت ذيف المتينال ذيف المتينال أو ذيفة المتينال اليوم هي ثورية خوجة ناتقة باسم التنسيقية الوطنية للمعالمين النواب صبح النور صبح النور وصبح النور جميع المستمعين ان شاء الله بايهي التنسيقية هذه المعالمين النواب في تونس قديش من معلم نائب عنا على مستوى الجمهورية التونسية اليوم المعالمين النواب عليش قروا انهم يتحركوا شنوها صار في الملف متاحهم هذا اللي نحبو نعرفوه منك ثوريا قبلكو شي حابت نشكركم على استضافة ونشكر اي وسيلة اعلامية مقرؤة مسموعة او مرئية على مساندتنا وعلى اسرارها ان يتوصل اصواتنا لامانهم بان اصوات حق شو هي هذي واجبنا نحن راهوا صوت الناس الكل اي مواطن تونسي لذاع الوطنية عندوا عليها حق لانها خدمة عمومية هي معناها تخدم جميع الفئات والشعب التونسي الكل سواء انهوني ولا خارج تونس مش توصل اصوات الناس ومش نفهمو معاكم شنوها مشكلتكم بالضبط اخر عدد عنا هو 2828 معلم نائب داخل قاعدة البيانات هذي داخل قاعدة البيانات هي اللي مش نفهموها منك نعمل صعد تعقيب احنا مش قررنا نعملو تحركات احنا رانا نتحركو من 2018 ملا زملاء من قبل ابرام اتفاق 8 ماي 2018 ولكن صار اتفاق هذكا وحنا اقصينا منه لأسباب نوعا ما لازمنا نقتنع بها ولو ما حبينا هاشو ما هاشو مقنع احنا في 2022 بالضبط 16 نوفمبر تم ابرام اتفاق جديد بين الناتق الرسمي الترفي الاجتماعي والوزارة هذي وقتها تم حصر عددنا نواب قاعدة البيانات اللي مسجلين قولوا لا احنا في الباز بتاع الوزارة ولا الكوردوني بتاعنا كل موجودة عندها بالاسما بوقتش بدنا النوبه بقداش نوبنا الى غير ذلك قال احنا عددنا 2828 نائب حين معطياته الشخصية وقتل الطالبة الوزارة بذلك منذ اي سنة 2017 حدود 2022 من 2017 الـ 2022 احنا نبقى عدد البيانات فمشكون من 2006 من 2006 وهو نائب وهو نائب يقول القائلة هناك يا علاش علاش من 2006 ولا حتى قبل حبينا ولا كرهنا كان برش اسباب منهم تضخم العدد يعني انتك تجيي بولاية معينة ولا مندوبية معينة يبدأ عندها مثلا كان 17 شغور وقتلا انت عندك مية الناب نجبش كل يخدم بليه فسر لي على خاطر طوى اللي عنده ولاد يقراه في الاساسي هاو معلم غاب هاو ما القولوش معلم فرنسية هاو حنيها من بارتين من 2018 ولات عن الاشكالية هاجي واضح علاش خاطر عددنا نقص برش على خاطر زملائنا لكانوا معانا انصفهم الحظ ودخلوا في اتفاقيات سابقة واخر اتفاقية هي ثمانية مية 2018 اللي باش تكون انت من ضمن المنتفعين بها انه يكون عندك سكور يعني فترة نيابية لحدود 30 جوان 2018 خمسة شهور وخمسة عشر يوم اللي عنده اقل يقصى منهم اني عندي خمسة شهور 14 يوم اي 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 بيه فما جلسة سارت مع وزارة التربية في بداية شهر مايه الفين واربع وعشرين فما محضر بعد جلسة ذي كثلاثة مية على اساس انه الامور ستسوى والميلفات ستسوى وحتى رئيسة الجمهورية تحثت على الموضوع هذي ونحن في فترة امتحانات ونهاية السنة ومعنيها اي شنو اللي تبدل من بداية ميه لليوم 14 ميه هي المحضر يا نص مش عال تاسوية المحضر ينص في نقطة النواب اني تعود النظر الى اللي جان اللي جان الا تشكلت وهبطت قرار امتحها في 16 نوفمبر في اتفاق 16 نوفمبر 2022 ولكن باللوجيك اللي جان ملقاتش حل وما كملتش خدمتها من 2022 بش تكمل هانا طوفي شهر شكون كونها اللي جان ومن شكون متكونها طرف مشترك بين الوزارة والجامعة العامة الطرف المفاوضة علينا معنيها انتم محاضرين في اللجنة من خلال طرف المفاوضة عليكم وايضا السلطة حاضرة من خلال الوزارة شتفقوا هم هما متفقوش في عهد الوزير السابق اختلفوا اذا تمت مقاطعة اللي جان عمل اللي جان تمت مقاطعة عمل اللي جان احنا وطوماتيك مو خسرنا من عمارنا اليوم شنو الوضعية بالضبط الى حد الان مش مفهومة الوزارة تقول الملف باش نسويه بطبيعة نشكر سيد الرئيس الاصر في قدش من مقابلة مع سيدة الوزيرة سيدة السلوى انه يلزم انصافهم يلزم قطعهم على تشغيل الهش ولكن على ارض الواقع مرينا شيء الجامعة العامة تقول اني معاكم ومنحب لكمش الحاجة المضرورة ومنحبش الاقتراحات الا تقسم الظهر ارض الواقع مرينا شيء بيخنفه معاك شوية المعلم النائب قديش يخلص يخلص ما يخلص تجي شهري تقول شهر قديش من الساعة يعمل فهمنا وضعيتكم شنوه الالفين وثمانية وثمانية وعشرين معلم نائب في قاعدة البيانات قاعدة البيانات بمعلم انه معانا زملاء انه خارج قاعدة البيانات بدا وستاذ الدراسيه الفين وسبع عشر الفين وثمانتاش اللي عددهم بقدرة ربي ما يتزاوز ستمية نائبه على المستوى الوطني يعني الوزارة وساعات وساعات حتى طرف الاجتماع يتسبب يقول انتم عددكم خمسلاف خمسلاف وين هي الخمسلاف وقت لا انت فهم القطلي الفين وثمانية وثمانية وعشرين معلم نائب اعلى مستوى الجمهورية تونسي كل 3500 ليست مجرده يعني فهل 3500 هذيه فهل اشكون يخدم في وظيفة عمومية ومترسم في العمل مشهور فيه الله يرحمه ويناعمه فيه الاخراج للخارج يعني لو يتم تجريد العدد وهذه القائمة رانا ما نوصلوش لل 2500 2600 ما طالبكم انتم اليوم هل 2500 الانتداب كفا تسويف يكفي مماطلة يكفي اهدار للوقت راني ما نشى نلعب على من عرشاني حاجة نجر من عوضة راهوا عمري قديم شي خسارة ايه ما هما قالوا بالتدرج وحسب القائمات وكل ولاية اين هي القائمات وريني القائمات وريني الانت قعد تخدم ونستنى معك وريني اعطيني على ارض الواقع اني كنمشي المندوبية مش كناني كنمشي اني المندوبية ولا زملائي اي مندوبية 26 مندوبية يقول رانا بالنسبة للابدي دائم موصلنا شي وقتش بش يوصل قدش تخلص بي احنا العقدة متاعنا مليون ومتاء ناخذ في تسعمية وثنين وثلاثين دينار شرطة انك تخدم 18 ساعة فما فوق ولكن ربما ناخذوهاش كل شهر شهر يعني فما اللي يوقع بالعام ما يخوشه فماشكون بالعامين ما يخوشه فما اللي يسلكها معناها كل ثلاثة شيرات اربع شيرات تتصبله شواء بالعام والعامين ما يخوش بالعام والعامين ما فيش عيش باش يعيش لا يصرف عليها رجلها ولا يصرف عليها بها ومها ولا عليه وإلا زوما لقنا الرجال يخدموا في خدم اخرى كما المرمى كما الدينة بشي نجم يصرف على روحه على عيل تورا ثوريا خوجة اليوم المعالمين النواب هذوما شنو تالبين وشنو الخطوات القادمة اللي نوين يقوموا بي احنا بإذن الله عنا تحرك وطني نهار ستاشمائي بحضور الجامعة العامة بإذن الله احنا شنو مطالبنا مطالبنا التسريع في تسوية وضعيتنا عن طريق الانتداب بداية من سبتمبر اربع وعشر الوزارة تقول ولا بعض المندوبيات تقول احنا قاعدين ندققوا ما تتسبب ليش بالتدقيق في الملفات اللي من حقهم سيدي دققوا ولا اي حقك دقق اما لك ما تضيع ليش الوقت كما صار في اتفاقية السابقة تدخل الدفعة على روحه وليجي وقت دفعت وتدخل ويتم التدقيق ولكن ما تضيعش الوقت واذا القيت فما شكون مزور خوذ القانون ولكن الآن كإنسان نظيف وعارف روحي نظيف على هذي يعني في عمري لدي جا ضع مش شوية قد عندك انتي تقري اني تسمى جديدة برا بور لصحابي يعني من الفين وستاش ما دي مقوتي فما ناس من الفين وستة هم معالمين نواب وما زالوا لليوم معالمين نواب من الفين وستة الفين واربع وشرين بارتي من الفين واثمنتاش ناخد في شغورات فعلية ومش كان نحن معنا زملائي تقريبا اكثر من ثمانية في المية من زملائي راه ماخذينا عام كاما شغورات فعلية باش تعرف انه بالحق المدرسة التونسية تستحق للنائب وتستحق للانتدابات من نجموشه نوقف الانتدابات توا في قطاع الصحة والتعليم على خطور من قطاعات حية حشاتهم بكل يوم نخليه تلامذة بلاش من حق التلميذ دستوري لانه يتعلم كيفاش تحبوا يتعلم وهو متجيبلوش يكون يقريه وزادة من حقي اني كنائب اني ندخل في القسم بقدري مش نقعد نخمم زي ما بشي نتدبوني ولا مش بشي نتدبوني زي ما بشي خلصوني ولا مش بشي خلصوني زي ما اني كالعطاش وش نعمل معه سويلي وضعيتي ووضحالي بالانتداب باش كي ندخل آني القسمي وهو اكيد بطبيعة الحال الذي كي ندخل القسمي ندخل القسمي كونسنتري مية في المية للتلميذي اما زادة ارحمني تخلي نشكي نخرج من القسم نرجع للثورية ولا نرجع للانسان الحياة العادية اه شوش نعمل لا صحيح حكاية هذه بابه سكرته نحب نقعدين نخمم كيفاش بش ننجم نعمل ونزيد نقدم بش نزيد نطلع بتلميذي مش كيفاش بش نعمل مش نعيش يعيش الطلب الاساسي هو الفين وثمانية وثمانية وعشرين استيد في قاعدة البيانات المعلم يا ربي معه ستمية خارج قاعدة البيانات وكي ما قد ثورية فيهم مش كون مسير في تونس فيهم مش كون خرج مش كون توفى فيهم مش كون بدل اصلا الخدمة متاعه صدقني فما زميل قساكو بلاسل في اول عام كلمته المندوبية تابع لي بدون ذكرى قاتله يجي ينشطبك قال ابجه ربي يشطبني رادي نخدم مدير في بوسطة لقى خدمة اخرى معنيها ثورية اليوم باسم التنسيقية اللي طلب الرئيسي والاساسي والوحيد متاحهم هو تسوية الوضعية والانتداب يعني ما تعمل ليش تحسين عقد قل شنو قال هو سويتلك وضعيتك يكفي من العقود العبودية لعمارنا لكرامتنا لأحلامنا لحقنا تجاه الوطن يسمحنا ان نرجع بعقد لتشغيل الهش مقنن تشوفي دموع في عينيك توراي نشوفي ستة سنين ضعو انا نقول ستة سنين زملائي عشرة سنين زملائي ديارهم تخربت على خطر الوضعية يعني لا 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 الحالة الاجتماعية تستويت ولا الحالة المهنية تستويت ومناشا نطالبه هناك الوزارة انه تنتدبنا على خطرنا حالات اجتماعية رانا مش تخرجنا مع كم الاحترابات لزملائي المواطنين مش تخرجنا قلنا لا يا وزارة جا قدمنا لا هاء انما انت لوزارة قدمت عرض اه تعمل اني حاجتي بشكوني قريلي هالسنين هالشهرين هالشهرين واني قدمت ملفي والقيت فيها جميع المؤهلات اني نقري وبشهادة جميع المدفقدين والمساعدين البداغوجيين وكذلك المديرين اللي هما يأطروا فينا ويرقبوا فينا ويكونوا معانا نهار تلات رقنا نحلو في حاجب لا ياسفلان ايجاني فهمت واضح جدا سوريا خوج الناتقة باسم التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب التشغيل هو حق كل مواطن ومن خلالكم التؤمن حيي وكل النواب اللي خدموا بضمير ولي منعوا التلمذة ربما في اوقات كان المعلم الاصلي غايب ولي خاصة ان اعطاوا كل ما عندهم معناها بالفكر وساعد مش يقدموا مادة محترمة اللي تلمذتهم رغم ظروفهم السعيبة والمرات واحد ما يحملش روحوا يعني ما كفيش مش نعيش يقول لك ما هذي قاتك بالأشهرة ما يخلصوش ساعات يقدوش بالعام ما يخلصوش عنا زمينا مثلا اصيل ولاد سيد بو زيد انتقل الى اريانا كاري الله وعلم بحاله ولطول ما خلص شكرا لك ثوريا ان شاء الله يربي بعد هال المرور متاعك بحذينا نسمو اخبار من وزارة التربية فيما يتعلق بالملف ماذا بنا اخبار جدية جدية اكيد احتراما احترام لنا احترام اللي ما قدمناه احترام للطفحيات اللي عملنا على حساب عائلاتنا على حساب صغرنا اللي ترقاها صغيرها وولد شهرين وولد ثلاثة وولد خبصة شينيو وطيشته في القاو وطيشته عالناس باش تبشي تقري وتنجح سنة دراسية راهوا لولا حبنا في العمل وفي التعليم رانا ما واصلناش رانا ما ناشي جديد باش نقول والله ماذا بنا نخدمو لا تعليم عرفناه نعرفوا ما سواء متاعو نعرفوا الصعوبية متاعو نعرفوا التحب متاعو ما تعرفوا زادة لي هي مهمة نبيلة واللي فما اشيال مش تتعد علي الدين واللي انتي تنجم تغير حياة تلميذ على خاطر حبك وحب اللي تقري فيه كي ولولا هذه الرسالة وكان مش على خطر الحكايات هذه ما نصبروش على الظروف الاجتماعية اللي عايشتنا فيها الوزارة ما تفقدوش الامل خاطر انو نحبش كون يفقد الامل شدوا صحيح وكملوا وانشاء الله موافقين الكل شكرا لي كثيرا يا مرة اخرى ان شاء الله نسمو اخبار جدية و جيدة على الملف في متاعكم واكيد نستضيفوك مرة اخرى مش تفرحنا ان شاء الله يا عايش شكرا لك وتروقوا تحلى